كيف يفكر العقل السياسي العربي عامة والعقل السياسي اليمني على وجه الخصوص ما هي مفاتيح هذا العقل ومحدداته الأساسية وكيف يمكن النظر بموضوعية إلى هذه المحددات أو المفاتيح هذا ما سنناكشه في هذه الحلقة ويسرني أن تكونوا معنا العقل السياسي العربي هو عنوان كتاب للمفكر العربي الكبير محمد عبد الجابري المفكر المغربي ضمن سلسلة كتبه في نقد العقل العربي بدأ السلسلة بكتاب قيم بعنوان تكوين العقل العربي ثم جاء كتاب بنية العقل العربي ثم العقل السياسي العربي والعقل الأخلاق العربي وهي كما قلت سلسلة نقدية بل هي أنضج وأعمق سلسلة نقدية فيما أعرف أنا على الأقل من نتاج العقل العربي الحديث للكتاب والمفكرين يعني كمشروع متكامل عميق ولا بأس لو توقفنا قليلا عند كلمة نقدية لأننا في اليمن بحاجة إلى فهم هذه الكلمة قبل أن نشرح في ملكوت العقل العربي من الملاحظ أنه فيما يخص التاريخ اليمني والثقافة اليمنية فإن السائد لدينا في اليمن هو الكراءة التبجيلية وليس الكراءة النقدية يعني لما نروح نقرأ التاريخ نقرأ كراءة تبجيلية كراءة مديح مش كراءة علمية هناك شريحة واسعة من الكتبة وكراءة التاريخ وباحثيه في اليمن ما زالوا يقرأون التاريخ تاريخهم وثقافتهم بعيون التبجيل والإطراء والمديح في حين أن العالم قد غادر هذا المربع إلى مربع النقد العلمي القراءة المنهجية العلمية النقدية القراءة هنا تعني الدراسة والتعمل والبحث هذا معنى القراءة الباحث اليوم والمثقف لا يستحق هذه الأوصاف في الأوصاط المعرفية العالمية الدولية ما لم ينظر إلى تاريخه القومي وثقافته الاجتماعية بعيون الناقد لا بعيون العاشق الولهان كل من نعرف من المفكرين والفلاسفة المعتبرين في العالم اليوم يقرأون تاريخهم قراءة نكدية لبيان ما له وما عليه إيجابياته وسلبياته كله يكون تحت المشربت وهناك مفكرون وفلاسفة كبار كانوا قساتاً في نقض تاريخهم وثقافتهم ومجتمعاتهم كانوا جارحين في نقض هذه الثقافة وتلك المجتمعاتهم دون أن يتهمهم أحد بالتجني على بلدانهم ومجتمعاتهم ما أحد قال لهم أنتم تتعدوا على بلادكم ومجتمعكم بهذا النقد هم فلاسفة كبار كبار يعني هنكلم عن فلاسفة أوروبيين ومفكرين عرب لأن المجتمعات الناضجة المجتمعات الناضجة تعرف أن النقد هو وسيلة العلم الأساسية وأحياناً جلد الذات تكون مهم النقد هو وسيلة العلم الأساسية والعلم هو وسيلة التقدم الأساسية يعني لا تقدم بدون علم ولا علم بدون نقد هذه معادلة لازم نفهمها في اليمن وفي الوطن العربي لعل عبد الرحمن بن خالدون وهو مؤسس علم الاجتماع صاحب المقدمة الشهيرة لعله كان رائدا في هذا المجال على المستوى العالم يعني حسب علمنا هو أول باحث في علم الاجتماع يمارس النقد على ثقافته وعلى قومه هو عربي من كبيلة كندة اللي كانت في حضر موت هذا الرجل العربي وصف العرب في أحد كتبه بأكذع الأوصاف فهو عربي تونسي من أصول حضر مية كما قلت وصف العرب بالتوحش والهمجية والنهب قال إن العرب لا يتغلبون إلا على البصائط الأمور السهلة وعلّل ذلك بأنهم بطبيعة التوحش التي فيهم يعني الناس متوحشين يعني في حالة وحش مش متحضرين يعني قال بسبب هذه الطبيعة فهم أهل انتهاب نهب وعبث وينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة اللي يقدروا ينهبوا ينهبوا هذا واحد بيجلد ذاته بينكد ذاته القومية والوطنية وهو أكبر علمائنا تكريبا أهم عالم مبدع في تاريخنا كله في تاريخنا العربي كله ما فيش رائد من رواد العلوم غيره رائد علم الاجتماعي يعني في العلوم الإنسانية هذا كلامه عن العرب ثم جلدهم بعد ذلك في فصل آخر بعنوان عنوان الفصل في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب يقول لك إذا دخل العرب أي وطن يسرع إليها الخراب وكأنهم طائر طائر غراب أسود يعني ليس وراء إلا الشر وهكذا فعل الكثير من المثقفية العرب المعاصرين الكبار بلغة قاسية أمثال جبران خليل جبران وعلي الوردي وعدونيس والكصيمي كما ذكرنا من قبل ونزار قباني ومحمود درويش ومضفر النواب يعني هؤلاء معظم الشعارات تكريبا أحمد مطر غيرهم غيرهم وآخرون من الكتاب المفكرين الكبار نقد العقل العربي والتاريخ العربي بصورة هادئة أمثال العقاد العقاد عنده نقدات قوية للعقل العربي والثقافة العربي محمد عبد الجابري الذي نتحدث عن كتابه في هذه الحلقة يعني خلاصة القول ممارسة النقد على الموروث والثقافة هو عمل المثقفين المحترفين والمحترمين في العالم كله أما الكراءة التبجيلية للتاريخ والثقافة القومية ومديح الذات على طول الخط هذا من عمل الهواة والبدائيين في الثقافة والفكر أنا يا صديقة متعب بعروبتي فهل العروبة لعنة وعقاب أمشي على ورق الخريطة خائفا فعلى الخريطة كلنا أغراب أتكلم الفصحى أمام عشيرتي وأعيد لكن ما هناك جواب لولا العباءات التي التفوا بها ما كنت أحسب أنهم أعراب يتقاتلون على بقايا تمرة فخناجر مرفوعة وحراب قبلاتهم عربية من ذا رآ فيما رآ قبلا لها أنياب يا تونس الخضراء كأسي علقم هذا أيمن العتوم يقرأ تصيدا لنزار قباني وهو يهجو فيها العرب وهو شاعر العرب الكبير عموما حاول الدكتور الجابري في كتاب العقل السياسي العربي حاول فهم رواسب الاستبداد السياسي في عالم العربي الكديم والمعاصر في هذا الكتاب وحاول معرفة المحددات التي شكلت العقل السياسي العربي والكيفيات التي تحقق بها هذا العقل مسيرة تكوينه منذ تأسيس الدولة العربية قبل 14 كرن وحتى الآن والاستبداد طبعا هو القضية التي شغلت كبار مثقفين العرب وأنا دائما أستشهد بالجابري في سلامة الوعي السياسي لدى المثقف العربي لأن الرجل الجابري كان مدركا لطبيعة المشكلة بالضبط ولم يخلق لنا أوهام كما فعل غيره من أنصاف المثقفين عندما روجوا مقولة إن مشكلة العرب كاملة في الدين وأن الحل من ثم كامل في العلمانية ما عندنا مشكلة نحن علمانيين بس تزوير الوعي مش كويس الجابري كان دقيق وموفق عندما وجه سبابته إلى الاستبداد لا إلى الدين قال الاستبداد هو المتهم الأول وليس الدين أو الثقافة الدينية عندما قال إن العلمانية هي كضية يعني كضية مفتعلة في الوطن العربي ما إيش الكضية الأساسية وأن الكضية الأساسية والحقيقية للعرب هي كضية الديمقراطية غياب الديمقراطية وقال الصواب طبعا أنا من رأيي أن العلمانية كضية لكنها كضية ثانوية مش كضية مفتعلة كما قال الجابري هي كضية حقيقية يعني المشكلة الدينية ومشكلة الفكرة الدينية مشكلة حقيقية والعلمانية من ثم حل لكنها ليست القضية الأساسية في حياتنا السياسية والاجتماعية العلمانية الضرورة بقدر ما في حياتنا من مشكلات دينية لكن المهم أن الجابري حدد مكمن الداء ووصف الدواء وهو الطبيب المختص بالفعل هذا هو الطبيب الذي ينبغي أن نسمعه لأنه دارس العقل العربي دراسة موسعة وأدرى من غيره أين المشكلة وأين الحل اقترح الجابري ثلاثة مفاتيح أو محددات لفهم العقل السياسي العربي هذه المحددات المفاتيح هي أولاً الكبيلة ثانياً العقيدة والدين ثالثاً الغنيمة هذه ثلاث مفاتيح للعقل العربي الكبيلة العقيدة الغنيمة يقصد بالكبيلة ذلك النزوع العربي إلى التعصب لعشيرة وكبيلة وجعلها الكبيلة هي منصة انطلاكه في عالم السياسة هذا التحذب للكبيلة العربي لا يستطيع بسهولة أن يتجاهل انتماءه القبلي العشائري في سلوكه السياسي يكون سياسي وكرافاتها ولابس هدوم كويسة وماشط شعره واموره طيبة لكنه في داخل عقلة عبارة عن كبيلي متعصب قبلياً لا يرى الدولة لا يرى إلا الكبيلة شعاره المعروف أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب وهذا هو ما يميز المجتمعات البدائية عن المجتمعات الحديثة المجتمعات الحديثة تقدم روابط العمل على روابط الكرابة رابطة الكبيلة هي رابطة كرابة رابطة دم روابط العمل روابط مدنية الطبيب مثلاً ينتمي لنكابة الأطباء هذه رابطة المهندس ينتمي لنكابة المهندسين المعلم لنكابة المعلمين وهكذا وليس للكبيلة الفلانية أنت طبيب ولا مهندس ما تقول ليش أنا أنت من الكبيلة الفلانية كبيلتك هي نكابة الأطباء ونكابة المهندسين ونكابة المعلمين وهكذا أو مجتمع المعلمين ومجتمع المهندسين هذه كبيلتك أما المفتاح الثاني فهو العقيدة يقصد بها أن تاريخ الفركة السياسية العربية كان دائما ذو خلفية مذهبية دينية الشيعة، الخوارج، المرجعة، السنة، الباطنية إلى آخره وغيرهم، الجميع كانوا فرك سياسية ومذاهب دينية في نفس الوقت ومن ثم فإن العقيدة أو الدين كان دائما مفتاحا من مفاتيح العقل السياسي العربي أما المفتاح الثالث للعقل العربي فهو الغنيمة الفيت كما يقولون في اليمن قصد بها الجابري أن العامل الاقتصادي في الدول الإسلامية طوال التاريخ لم يكن كائما على علاقات الإنتاج داخل المجتمع يعني الدولة لم تبنى على علاقات الإنتاج بل على الخرج ما يأتيها من خرج وغنائم وضرائب وما شابه ذلك من مكوس أي أننا أمام دولة ريعية مثل دولة المملكة السعودية تعتمد هذه الدولة على خرج الأرض من البترول والذهب والسياحة الدينية لا على حركة اقتصادية إنتاجية للمجتمع السعودي ما فيش إلا إلى حد بسيط الأموال في الدولة العربية كانت من ثم قائمة على العطاء غير المقنن عطاء يتحكم فيه الأمير والأمير يصرف بدون حساب على من يشاء وكيف ما يشاء هذه هي مفاتيح العقل السياسي العربي عند الجابري ومن المناسب أن نتوقف بطريقتنا عند كل محدد منها لعلنا نلامس بعض ما نحتاجه اليوم لنبدأ بمفتاح القبيلة لأنه يعد أبرز حامل في الحياة السياسية الإلمانية المعاصرة وهنا أود أن أنبه إلى عدد من الحقائق أو الأمور أولها لا يصح الاعتقاد بأن العرب هم الأمة الوحيدة التي عرفت العصبية الكبلية هناك أمم كبيرة لديها اعتداد بالرابطة العشائرية لكن بصورة نسبية طبعا العرب مبالغون في هذه الناحية والأكراد ولما أقول بصورة نسبية هذا ينقلنا إلى الحقيقة الثانية وهي أن قوة الشعور بالرابطة العشائرية الكبلية ناتج عن غياب دولة المؤسسات التي تقوم العلاقات فيها على أسس مدنية لاعركية لو وجدت دولة المؤسسات ستخف الانتماءات العركية والانتماءات الدم بمعنى لو أن الإنسان وجد نفسه في دولة مؤسسات توفر له الحقوق والحريات لم يفكر في الرابطة الكبلية أو على الأكل يفكر فيها بالنسبة ضئيلة على الأكل لن يقدم روابط الكبيلة على روابط الدولة الإنسان يلجأ إلى الرابطة العرقية مضطرا بسبب خوفه من ضياء حقوقها أو طبعا في كسب المنافع بدون وجه حق لما يكون لك تعصب مع كبيلة الكبيلة ستسيطر على السلطة السلطة ستجيب لنا منافع والفرد لا يفكر بهذه الطريقة الانتهازية إلا عند غياب الدولة المقنعة دولة المؤسسات الديمقراطية هذه هي الدولة الوحيدة المقنعة أو دولة العدل بالمصطلح الكديم في تراثنا السياسي وهذا أيضا ينقلنا إلى الحقيقة الثالثة وهي أن العربي واليمني ليس مجبولا بالفطرة على التفكير من خلال المنظور القبلي يعني مش مضطر أن يكون متعصب قبليا يعني مش ضروري يكون متعصب قبليا بالفطرة لا يعني هو لا يتخندق في خندق الكبيلة بالحق والباطل مش مضطر لذلك لكنه لجأ إلى هذا مضطرا لأنه لم يجد النموذج المثالي للدولة التي كان يشدها العربي لم يعرف الدولة أصلا قبل الإسلام إلا على أطراف الجزيرة يعني في الجنوب جنوبا وشمالا في اليمن والعراق والشام القديمة فلسطين كانعان إلى آخر الذي يدرس تاريخ هذه البلدان يلاحظ أن النجعة الكبالية كانت تضمر ولا تختفي عندما تحضر الدولة عندما يكون الدولة للدولة حضور قوي لفترة طويلة النسبية ولذلك كان حضور البعد القبلي في العراق ومصر أخف من حضوره في الدولة في الدولة اليمنية القديمة لأن تلك الدول شاهدت فترات استقرار طويلة للدولة قبل الإسلام تحدثنا هنا عن قبل الإسلام لما جاء الإسلام بوعوده المثالية في صناعة المدينة الفاضلة تخلى العرب المؤمنون تخلى عن النزوع العرقي إلى حد كبير الصحابة مثلا ما كان عندهم هذا النزوع العرقي إلا بشكل خفيف تخلى عن هذا النزوع والانتماء الكبالي لصالح فكرة المجتمع الجديد مجتمع المثالي الدولة الفاضلة المدينة الفاضلة فكرة الدولة لصالح فكرة دولة الأمة لا دولة القبيلة وتعد الدولة الإسلامية التي أسسها الخلفاء الراشدون هي النموذج الأول لفكرة دولة الأمة أنا عندي اللي أسس الدولة هو الخلفاء وتحديدا عمر بن الخطاب وليس النبي النبي أسس مجتمع ولم يؤسس دولة الدولة هذه أسس عمر تحديدا والنموذج المثالي لتخلي العربي هذا كان نموذج مثالي الصحابة نموذج مثالي لتخلي العرب عن عصبيتهم الكابلية إذا اطمأنوا إلى وجود الدولة العادلة يعني ما حدث بعد وفاة النبي مباشرة من جدل في سقيفة بني ساعدة ثم ما حدث بعد ذلك خلال ثلاثين عاما من عمر الخلافة يؤكد هذه المقولة سكان المدينة الأوسوى الخزرج تنازلوا برضا تام لصالح المهاجرين يديروا الدولة من رأسها حتى قدميها لو كان النزوع العرقي هنا موجود لو كان النزع الكابلية موجودة ما كانوا حيسلموا أبدا ما كان باستطاعة أحد أن يقلنع الأوسوى الخزرج كبيلتين الأوسوى الخزرج وهم أنصار النبي وأصحاب المدينة أن يتنازلوا تماما عن إمارة الدولة الإسلامية الجديدة أو حتى تنازلوا عن المشاركة فيها بوزراء ما فيهم حتى وزراء ما كان أحد يستطيع أن يكون نحن بذلك لو لم يكن ذلك عن قناعة ورضا بسبب ثقافة الإسلام بوعد الدولة الراشدة والحكم الرشيد القائم على قيم الدين الجديد ومطمئن إلى أن في دولة ستقوم على مبادئ الدين الجديد وهي مبادئ حدل راضين عنها إذن فغياب الدولة الراشدة هو الدافع الأساس الذي يدفع الناس للعودة إلى الاحتماء برابطة الدم البدائية لما تغيب الدولة يرجعوا يحتموا بالكبيلة عجز العرب في العصر الحديث عن بناء دولة المؤسسات الراشدة بعد الخلافة الراشدة حصل انقلاب على الخلافة الراشدة وأسس معاوي بن أبي سفيان الملك وأعاد العصبية لكريش وظهرت العصبيات الكبيلية من جديد هذا أعاد بعضهم إلى مربع الكبيلة طبعا العملية التفاعلية بين الكبيلة والدولة هذا يؤدي إلى غياب ذاك أو حضور ذاك الحل في هذه المشكلة من ثم ليس إعلان العداء للكبيلة كما يطرح الخطابة الثوري المتشنج الحل هو استيعاب الكبيلة بهدوء وصبر وتدرج وعظمها في جوف الدولة الحديثة في معدة الدولة الحديثة حتى تختفي ملامحها وتصبح جزءا من غذاء الدولة الحديثة يعني ما هو الحل أنك تسوي ثورة على الطريقة الماركسية ضد الكبيلة لا الحل أنك تروض الكبيلة بالتدريج إلى أن تفك شفرتها وتنهي تمنعها وتخضمها في جوف الدولة هذا هو الحل العلمي المتدرج ووفقا لمقولة ماركسية أيضا أنه التدرج كما يقولون يعني التراكم البطي يؤدي إلى تحول نوعي التراكم الكمي يؤدي إلى تحول نوعي مفروض يطبقوا هذا الكلام مع الكبيلة وما يتشنجوش كثير في الموضوع هذا من نسبة للمفتاح الثاني في العقل السياسي العربي وهو مفتاح العقيدة كما سماه الجابري أود التنبيه إلى نقطتين مهمة في هذا الموضوع من وجهة نظري النقطة الأولى هي أن الإسلام على عكس ما يعتقد البعض قد أسهم بقوة في ترسيخ حضور القانون في الدينية العربية لأن العرب في وسط الجزيرة التحديدا ووسط الجزيرة العربية التحديدا لم يكونوا يألفون القانون بالمعنى الاحترافي للقانون مفهوم القانون الدولة لأنهم لم يعرفوا الدولة أصلا أما بقية العرب في أطراف الجزيرة فقد عرفوا قانون الدولة في صورة من الصور ومع ذلك فقد أضاف الإسلام إلى خبرتهم القانونية هذا يعني إلى هذه الخبرة القانونية أضاف أمرين على الأقل الأمر الأول أضاف الأساس الأخلاقي للوضع القانوني الأساس الأخلاقي الواضح للقانون ممثلا هذا الأساس في القيم الإسلامية العامة وهذه إضافة نوعية مهبة جدا لأن القانون بلا أساس أخلاقي سيصبح ألعوبة في يد الأقلية المتنفذة سيخدم أقلية متنفذة داخل الدولة أكثر مما يخدم الجميع وخاصة في العصور القديمة والشيء الآخر الذي أضافه الإسلام هو اتساق نطاق الاشتغال بالقانون في العالم الإسلامي صار القانون الاشتغال بالفكه الإسلامي هو الأساس هو القضية الأساسية في العقل الإسلامي اشتغال بالقانون كما لاحظ الباحث الأمريكي توبي هيف في كتابه المهم فجر العلم الذي درس فيه الحضارات الثلاث الكبرى في القرن الثالث عشر وهي الحضارة الصينية الحضارة العربية والحضارة الإسلامية وصف الحضارة الإسلامية بأنها حضارة قانون أي حضارة فقه هو اعتبر الفقه اللي بيشتغلوا فيه المذاهب اعتبروا قانون وقال هذا شغلهم الأساس يعني فاعتبرها حضارة قانون وهنا نأتي إلى طرح سؤال إذا كانت الحضارة العربية الإسلامية حضارة قانون فلماذا لم يحظى العرب بدولة النظام والقانون حتى الآن؟ في اعتقادي أن السبب يعود لغياب مؤسسات الدولة غياب مؤسسات الدولة والتراكم المؤسسي الفقه الإسلامي كان كانونا للضمير الفردي والاجتماعي أكثر منه كانونا للدولة مع أنه كانو للدولة الغزالي قالها بصريح العبارة قال حكنا هذا هو كانو مدني نحن نسوي للحكام علشان نحكمو بهالناس ما وجدين بس بعض الفقهاء اعتقد أنه دين مع أنه الغزالي قال عبارة خطيرة للغاية عبارة علمانية قال احنا بس بنوفر قوانين للأمراء علشان يسوسوا بهالرعية عموما لم يعرف العرب مؤسسات تراكم خبراتهم وتراثهم ولهذا لا نجد اليوم أي سجلات مؤسسية لا نجد أي سجلات لأي مؤسسة عربية لأي دولة من الدول الإسلامية التي قامت في العصور السابقة باستثناء الدولة العثمانية إلى حد ما أين سجلات الجند والخراج والعطاء والغنائم وسجلات الأوقاف ومراسلات السفراء والأمراء وغيرها من سجلات الدولة الإسلامية من أيام عمر لليوم بل أين مخطوطات المصاحف العثمانية؟ أين مخطوطة النبي من القرآن الكريم؟ لا شيء من هذا كل موجود الآن بين أيدينا لأنه ما عندناش مؤسسات تحتفظ بهذه الوثائق وتراكمها وتسلمها للي بعدها العرب لم يحظوا بمؤسسات مستكرة ترث وتراكم وتحافظ عليها غياب المؤسسات كان هو المشكلة الكبرى في حياتنا الإسلامية وكان هذا الباحث الأمريكي توبيهيف قد لاحظ في كتابه المذكور السابق فجر العلم لاحظ غياب المؤسسات في الحياة المعرفية الإسلامية واعتبر هذا الغياب سببا في تراجع الدور الحضاري للعرب بالرغم من تفوقهم المعرفي على الحضارتين الصينية والأوروبية في القرون الوسطى الميلادية يعني مثلا هو لاحظ من ملاحظاته الطريفة قال يعني كان بيكارن بنسوي مقارنة بين طريقة حصول الطالب العربي على شهادة علمية وطريقة حصول الطالب الأوروبي والصيني قال ما معناه في أوروبا منذ القرن الثاني عشر كان الطالب يحصل على شهادة من كلية موقعا من مجموعة أساتذة يعني كما تفعل الجامعات الحديثة يعني كان هناك شكل مؤسسي للعلم في أوروبا أما العربي فكان يحصل على شهادة كان يسميها إجازة يحصل عليها من شيخ واحد يروح يدرس عند شيخ ويحصل على إجازة من شيخ في وركة كذا بسيطة في العلم الفلاني أو في العلاني ما كانش يحصل على شهادة من مؤسسة علمية طالب العربي ما كان فيش مؤسسات ما كان فيش مؤسسات علمية لو المؤسسات هذه وجدت كان راكمت تجاربها كما أن الأشكال الأولى للنقابات والمؤسسات المدنية كانت كذب ظهرت في تلك القرون ولم يعرفها العرب أيضا عرفها الأوروبيون عرفوا نقابات المحامين ونقابات التجار ونقابات من وقت مبكر من القرن الثالث عشر يعني في صورة بدائية لكنهم عرفوها وجود المؤسسات أدى في الغرب إلى تراكم الخبرات العلمية عبر الأجيال وهذا ما حرم منه العرب آنذاك فخرجوا من سباك الاكتشاف العلم الحديث على الرغم من وجود نشاط علمي جيد نبهت في الفكرة الماضية إلى نقطة مهمة في موضوع العقيدة كمفتاح من مفاتيح العقل السياسي العربي وبكيت نقطة أخرى هي أن ما ينقص العرب في اللحظة الراهنة هو تحويل الديمقراطية إلى فكرة دينية أصبح واضحا لكل ذي عقل سليم أن الاستبداد هو أبو المشكلات العربية وأمها ومن ثم فإن الفريضة الغائبة لهذه المجتمعات هي الديمقراطية والعقلانية طبعا والبديل عن الديمقراطية البديل عن ينبغي أن نؤمن بهذا أن البديل عن الديمقراطية ليس الاستبداد فقط بل الطائفية أيضا ونحن الآن في اليمن وفي الوطن العربي يعني موعودون موعود يألبي بالعذاب موعود على رأي عبد الحليم موعودون للأسف بأنظمة سياسية جمعت بين الاستبداد والطائفية السياسية أو الكابلية العنصرية وهذه خلطة مدمرة لأي مجتمع إذا تحققت ومن الواضح أن الخطاب الديني المذهبي أكوى تأثيرا من خطابة ديمقراطية المدني يعني لو تنافس اثنان أحدهما مثقف مدني ديمقراطي والآخر مثقف مذهبي يدعم الاستبداد والطائفية لو تنافس هذان الاثنان على إقناع مجموعة من عوام الناس من الذي سيكسب المثقف المذهبي هو الذي سيكسب على الأرجح لماذا؟ لأن الناس ينقادون للدين ولا ينقادون للعقل والمنطق ومن ثم فإن المعركة بين الديمقراطية ومشاريع الكهنوت الديني والسياسي ستحسم لصالح مشروع الكهنوت السياسي لأن الأكثرية الشعبية مع الخطاب الديني في هذه الحالة ليس أمام المثقفين أو القوى المدنية المؤمنة بالديمقراطية سوى خيار وحيد ونهائي لهذه المجتمعات المتخلفة المريضة ليس أمام هذه القوى سوى إجراء تعديل جوهري في الطرح النظري للديمقراطية يعني نتكلم عن الديمقراطية وكأنها فكرة دينية تصبح الديمقراطية نفسها فكرة دينية وهي كذلك في حقيقة الأمر وأنا عصلت لها كثيرا ينبغي أن تتحول الديمقراطية من فكرة مدنية إلى فكرة دينية لأنها إذا ظلت فكرة مدنية ستغلبها الفكرة الدينية حتى لو كانت الخرافة الفكرة المدني محتقر لدى العوام وأشباه العوام من النخب عندنا نخب وأساتذ الجامعات لا يعرفون ما هي الديمقراطية ولا يريدونها ولا يسمعون عنها إلا كما يسمعون عن فنان مغمور ينبغي وأنا خاطب مرة ثانية المثقفين في اليمن ووطن العربي ينبغي أن تجعل الديمقراطية قيمة دينية حتى تنافس القيمة الخرافية التي تروج لها المذاهب والجماعات الكهنوتية وهذا ما أفعله أنا شخصيا من سنوات بإيمان حقيقي أنا مؤمن بأن قيم الديمقراطية هي قيم الإسلام فعلا هي قيم الإسلام فعلا وأن هذه القيم تعرضت للتشويش تشويش كبير من قبل الموروث الفقهي ما كان باستطاعة الفقهاء المسلمين في العصور السابقة أن يكتشفوا بوضوح قيمة المساواه مثلا أو قيمة الحرية بمعانيها الفلسفية ومن ثم لم يكن بإمكانهم اكتشاف منظومة حقوق الإنسان كان طبيعي لأن تطورهم الاجتماعي كم بسيط وكانت الفضيحة الحضارية نحن معنا فضيحة حضارية طبعا كانت الفضيحة الحضارية هي أن منظومة حقوق الإنسان قد خرجت من صندوق الغرب الكافر الفاجر كما نتصوره ولم تأتي من صندوق الإسلام كما كان ينبغي أن يحدث هذه فضيحة حقيقية قيمة الحرية والمساواه هي أهم قيمة الخير في الحياة وكان المتوقع أن يمنح الدين للإنسان الدين للحضارة المدنية الغربية لا يصح أن تتفوق الحضارة المادية على الدين في جانب الأخلاك الدين في جوهره الاجتماعي ما هو؟ هو أطروحة أخلاكية في الأساس أخلاك بمعنى قيمة الخير والشر قيمة الخير والشر هي بالدور على قيمة الحقوق والحريات فإذا كان عطاء الدين في الأخلاك أكل من عطاء الحضارة المدنية هذه فضيحة المؤسسة الإسلامية التكليدية ممثلة بالفقهاء مصرون على تقديم الإسلام بهذه الصورة متى؟ عندما يصرون على بكاء بعض الأحكام الفقهية المتعارضة مع منظومة الحقوق والحريات مثل حد الردة مصممون على أن فيه حاجة اسمها حد ردة وأن فيه حاجة اسمها رجم الأزان المحصن وغير ذلك من الكلام الفارغ اللي هو يتعرض مع قيمة الخير والشر ويتعرض مع نصوص القرآن نفسها صراحة لو لا أنه في من يشوش عليها الكضايا التي قد تكون متناكضة حقيقة مع الدين ينبغي أن تقدم فيها نظريات فلسفية مقنعة للعقل الإنساني إذا وجدنا فعلا أنه فيه شيء ديني متعارض مع حق من حقوق الإنسان اللي موجودة في منظومة حقوق الإنسان على سبيل المثال الحقوق المثليين هذه فيها تعارض مع قيمة الدين في هذه الحالة ينبغي على المؤسسة الدينية أن تقدم دراسات مقنعة للمجتمعات بأنه الحق مع الدين بمنطقة العلم نفسه نستشهد بمنطقة العلم مش بالمنطقة الدينية وهذا ممكن وغير مستحيل أبدا بإمكاننا مثلا أن نلفت الانتباه إلى الأساس الديني لمنظومة حقوق الإنسان ونحن بنأصل الفلسفة الغربيون يعترفون أن مبدأ المساوى الذي تقوم عليه منظومة حقوق الإنسان والحريات حقوق الإنسان كلها تقوم على مبدأ المساوى لو سحبت المبدأ هذا تسقط هذه المنظومة هم يعترفون بأن هذا المبدأ مبدأ ديني ما هو مبدأ مدني لا يمكن تبريره من منظور مدني لا يمكن مثل هذا الطرح يمكنه أن يجيب على سؤال سؤال يطرحه الشباب والماديون يقول إذا كانت منظومة حقوق الإنسان المدني موجودة ما حاجتنا للدين ما الذي سيكدمه الدين في مجال الحقوق والحريات غير الذي كدمته الحضارة الأوروبية نقول له لا ممكن على الأكل يكدم الأساس الأخلاكي الذي يحفظ هذه الحقوق والحريات إلى الأبد ما تجيش لحظة من لحظات التاريخ يغيروا هذه المنظومة تحت ضغط المذهب البراجماتي مثلا في أمريكا اللي يحكمها هو المذهب البراجماتي وليس منظومة حقوق الإنسان والبراجماتية ممكن في لحظة من اللحظات توحي لأصحابها بأنه لا خلاص احنا قررنا نلغي حقوق الإنسان ونخليها محصورة بشكل ضيق جدا في دوائر اجتماعية محصورة ممكن ممكن يلغوها بالمرة الدين يحمي منظومة حقوق الإنسان إذا كان هو الأساس إذا وضع الأساس القيمي والأخلاقي لهذه المنظومة الغنيمة هي المحدد الثالث أو المفتاح الثالث للعقل السياسي العربي عند الجابري هناك دور غير مراقب لهذا العامل الكلام الآن كلامي مش كلامي الجابري يعني يعني نحن دائما نراكب دور الدين ودور الكبيلة في حياتنا السياسية لكن كليلا ما ننتبه لخطورة عامل الغنيمة كما عرفه الجابري المقصود بالغنيمة عنده هو النظام الاقتصادي العربي الرئيس للدولة زمان كانت الدولة تعتمد على أموال الخراج والمكوس وغنائم الحرب والجزية والضرائب وما شبه ذلك من موارد ريعية كما قلت في الحصر الحديث الدولة تعتمد غالبا على ريع الأرض بترو المعادن ذا إلى آخره يعني الدولة العربية لم تعتمد على الضرائب كمورد أساس من مواردها كما هو حال الدول الغربية اليوم وهذا أمر خطير لماذا؟ لأنه لو أن الضرائب كانت مورد أساسي من موارد الدولة لتغير حال الدولة ولكنت قد قطعت شوطن باتجاهة ديمقراطية لماذا؟ لأن النظام السياسي المعتمد على الضرائب أولاً لما تكون الضرائب هي مصدر دخلها الأول ستشجع على تنمية العمل الحر وعلى تنمية مختلفة النشاطات الاقتصادية للمجتمع ستحترم المجتمع لأنه هو الذي ينفق عليها هذا سيخلق مجتمع قوي أقوى من الدولة وهذا شرط أساس لقيامة ديمقراطية هذا أولاً ثانياً النظام السياسي لابد أن يخاف من دافع الضرائب لما تكون الدولة معتمدة على الضرائب بشكل كبير ستخاف من دافع الضرائب لا تقدرش تزعل دافع الضرائب اللي هم الجمهور الشعب لذلك لا تقدرش تجور عليهم وتعبث بهم كما يصنع الحاكم العربي لأنه إذا جار عليهم ربما يثورون عليه وثورة جنب ثورة بجانب ثورة سيراكم المجتمع المدني بعض الحقوق كما حدث في تاريخ بريطانيا بريطانيا قلعة ديمقراطية لكن ديمقراطيتها لم تأتي هكذا منحة من الملك كما الصبح قال لهم أنا كررت أديكم ديمقراطية ديمقراطية بالحليب لا الديمقراطية في بريطانيا جاءت حبر النضالات طويلة للشعب نفسه كانت السلطة في بريطانيا من أيام رتشارد قلب الأسد اللي حارب صلاح الدين الأيوبي كانت من تلك الفترة أو من بعدها قليلا كانت السلطة في بريطانيا للملك ومجلس الشيوخ مجلس الشيوخ هذا يمثل طبكة الإقطاعيين وكبار رجال الدولة لكن عندما كان الملك يحتاج لخوض حارب جديدة كان يضطر يفرط ضرائب جديدة على صغار الملاك المزارعين يعني بمرور الوقت اشترط هؤلاء المزارعون على الملوك أن يكون لهم نواب في السلطة يتحدثون باسمهم فتشكل مع الوقت مجلس من مجلس النواب بجوار مجلس الشيوخ مجلس النواب يمثل الناس البسطة وعامة الشعب كلما احتاج الملك المال يقولون له لا بأس سنعطيك المال لكن بشرط تعطي نوابنا بعض الحقوق فيلبي رغبتهم ويمنح النواب بعض الحقوق السياسية يسحبها من رصيد من رصيد مجلس الشيوخ في السلطة كان نواب الشعب يسحبون من رصيد مجلس الشيوخ في السلطة إلى أن أخذوا السلطات في نهاية المطاف أخذوا كامل سلطات مجلس الشيوخ تكريبا أقصد هنا شروط مادية أحياناً كانت تغير من شروط الحياة السياسية مع الوقت بالتدريج يعني في بريطانيا بيهدوا يمنحه الملك شوية فلوس ويسحبه منه شوية صلاحيات لصالح النواب اليوم مجلس النواب هو اللي بيحكم هو الذي يحكم الملكة أيضاً وهكذا يقوم التطور الطبيعي للمجتمعات بإرغام المستبدين على احترام إرادة الشعوب نحن اليمنيين في هذه الأيام يرتب لنا في الكواليس على الأرجح يعني يرتب في الكواليس المظلمة صيغة حل سياسي كتا تكون سامة جدا هي صيغة المحاصصة الطائفية والمناطقية لأن هذه الصيغة هي التي ستضمن بقاء المشاكل في اليمن وستضمن لدول الجوار وللحوثي بقاء اليمن في دائرة الصراع التي تضمن مصالحهم وهذه كارثة يعني إحنا بنأجل مشاكلنا ما بنحلهاش والواجب التاريخي على المسؤولين وعلى الناس عموماً يكتضي مواجهة هذه المخططات بحسم وقوة مهما كانت خسارتنا الآن خسارة قليلة اليوم تمنع بلاوي كثير غداً والله المعين انتهت حلقة اليوم ألقاكم بالسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة